موسيقى السلام عليكم كثيرا ما يقال ان القرن العشرين كان قرن الفيزياء وربما من الحلقة الماضية يتضح ذلك ويتأكد ذلك مع تلك الثورات العظيمة المتعددة التي حدثت في بداية القرن العشرين وتواصلت وكثير ما يقال ان القرن الواحد العشرين هو قرن علم الاحياء وربما يتضح ذلك ايضا مع اواخر هذه الحلقة انه فعلا هذا القرن ربما الان مع ذكاء الاصطناعي ربما يكون هناك منافسة وسباق بين علم الاحياء وتطوره والذكاء الاصطناعي رغم ان كثير من الملاحظين سنأتي الى هذا في اخر السنة مع اهم الكتب التي قرأت مؤخرا يعتقدون ان دمج الذكاء الاصطناعي مع علم الاحياء هذا سيغير العالم اللبنة الاساسية في الاحياء هي الخلية تماما مثلما ان اللبنة الاساسية في المادة هي الذرة تنبني منها الجزيئات وتظهر فيها ظواهر عديدة وفيها شحن كهربائية ولدينا ولدينا الخلية هي اللبنة الاساسية في علم الاحياء ولان الخلية هذه اللاترابي العين المجردة فلم نكتشفها ولم نعرف عنها حتى تم اختراع المجهر المايكروسكوب في اوائل القرن السابع عشر وبالتالي يمكن القول ان علم الاحياء انطلق حقيقة في بداية وربما اواسط القرن السابع عشر قبل ذلك لم يكن هناك علم الاحياء حقيقة كان هناك علم طب وحتى الطب كان بدايا لانه اذا انت لا تفهم كيف تعمل الاعضاء وهي مشكلة من خلايا ولا تفهم ولا تعرف عن البكتيريا وهي مجهرية والفيروسات وهي مجهرية والجرافيم وهي مجهرية فكيف تفهم انت الامراض والاصابات لاخره وكان هناك علم احياء يعني كان يكاد يختصر ويقتصر على التصنيف هذه الاعضاء او هذه الحيوانات هذه النباتات من هذا الصنف او هذا الصنف لم يكن علما انما كان يعني توزيع هكذا في جداول وانتهى انما انطلق حقيقة مع اكتشاف الخلية تم اكتشاف الخلية سنة 1665 على يدي روبرت هوك وهو عالم انجليزي عظيم كان منافسا لنيوتن نافسه في عديد من المواضيع في الفيزياء حتى في علم الفلك الى حد ما ولكن اكثر شيء اهتم بالاحياء على خلاف نيوتن الذي لم يهتم بالاحياء فجاء هك واتى بمجهر ونظر به الى العديد من الاجسام الحية سواء كانت نباتية او حيوانات صغيرة مثل الذبابة وغيرها ونظر واتضح له ان هناك بعض الخلايا خلايا سماها سل سل بمعنى مربع صغير هكذا مثل الغرفة الصغيرة يعني فعلا هو رآها خاصة في المواد الخشبية مثل الفلين ووجدها انها مربعات هكذا واحدة جنب الاخرى كأنها غرف صغيرة هكذا فسماها سل يعني غرفة صغيرة هكذا وصارت معروفة على انها الخلية فكان هذا فعلا بداية الانطلاق أن المواد الحية كلها يعني أساسها لبناتها هي هذه الخلايا تطور عظيم جدا حدث في أواخر القرن الثامن عشر مع تطوير اللقاحات اللقاحات التي طبعا تحدثنا عنها كثيرا عندما جاءتنا الجائحة وغيرها كان أدوارد جنر طور لنا اللقاح الأول لمرض الجدري يعني وهو مرض كان فتاك مات منه عشرة الملايين من الناس وهو سببه فيروس مثل الفيروس الذي ضربنا فيروس سارس كوف تو هذا الذي اعطانا الكورونا وغيرها فهذا الفيروس اكتشف أدوارد جنر أنه إذا أعطينا جرعات صغيرة للناس من هذا ونطور مناعتهم وكان هذا فعلا انطلاق لفرع كبير من علم الأحياء وهو علم المناعة فإن يصير للجسم هذا الجسم الحي سواء كان بشر أو حيوانات يصير عندهم مناعة ضد هذا الفيروس فإذا جاء وحاول يضربنا نحن طورنا مضادات يعني مقاومة والقدرة على تدمير ومقاومة ورد هذا الفيروس فكانت هذه قفزة عملاقة جدا في أواخر القرن الثامن عشر القفزة الثالثة والمحطة الثالثة الكبيرة هي تطوير تطوير شارلز داروين لنظرية التطور يعني ربما الناس يقولون هذا كل مرة يجيب لنظرية التطور هذا يعني يبدو أنه مولع بنظرية التطور ولكن هي فعلا لأنها أساسية هناك عالم كبير في القرن العشرين هو من أصل أوكراني ولكن أمريكي يدعى دوبزانسكي دوبزانسكي قال كلمة وهو بالمناسبة دوبزانسكي رجل مؤمن مسيحي بل هو الذي طور فكرة التطور الموجه يعني guided evolution أو theistic evolution حتى التطور الإلهي يعني الذي يعود إلى الله الله تعالى هو الذي جعل الأجسام الحية تطور بهذه الطريقة بقانون وبتفاعلات وضعها هو في الطبيعة فكان دوبزانسكي يرى أن التطور صحيح بل كان يقول مقولته الشهيرة التي اشتهرت في كل الكتب لا شيء في علم الأحياء يمكن تفسيره إلا على أساس نظري التطور يعني لا يمكن لك أن تشرح العديد من الظواهر العديد من خصائص الأجسام الحية إلا على أساس نظري التطور التي أتى بها شارلز داروين ثم تطورت بعد ذلك كثيرا دوبزانسكي في بداية القرن العشرين كان من المساهمين الكبر الكبار الذين يعني وضعوا لنا الصيغة الجديدة ما يسمى نيو داروينيان التركيبة الجديدة النيو داروينية التي جاءت على أساس الطفرات والتي شارلز داروين لم يكن يعرف شيئا عن الطفرات مبنية على الجينات داروين لم يكن يعرف شيئا عن الجينات يعني تم تطوير رهيب خلال القرن العشرين لنظري التطور أنا دايما نقول لو جاء داروين الآن وحضر أحد المقررات في الجامعات التي يدرس فيها التطور ربما لا يفهموا منها ربما حتى الربع أو الثلث قفزة أخرى مهمة جدا حدثت في الدسف الثاني من القرن التاسع عشر هي اكتشاف لوي باستور الفرنسي الجراثيم وفهم أن الأمراض تسببها الجراثيم التي هي في الأساس البكتيريا بكتيريا هذه جراثيم صغيرة يعني أجسام حية صغيرة تدخل على الخلايا ويعني تغير لها عملها وبالتالي فتضرب بعض الأعضاء فيمرض الشخص يعني المرض يحدث بسبب الجراثيم بسبب البكتيريا وبعد قليل سنقول آه إذا نحتاج مضادات حيوية التي تعاكس وتقاوم هذه البكتيريا يعني فيصير عندنا الطب بدأ يتطور وسنعود في حرقة القادمة إلى أهم محطات الطب الطب صار يتطور الآن لدينا فاكسين يعني لقاحات غض الفيروسات ولدينا مضادات حيوية ضد البكتيريا وأهم من هذا كله أن نفهم أن هناك كائنات حية صغيرة جدا هذه الجراثيم هي التي تسبب المرض والمرض هكذا لا يأتي هكذا مش عارف من أجساء من بطرق يعني غريبة عجيبة خفية وإنما هي بكتيريا ولذلك نفهم أن من بين يعني طرق الوقاية البسيطة جدا طرق يعني النظافة أن الإنسان دامين يقصر يديه بالصابون أنه مثلا يحاول أن يكون الجو حوله سواء المحيط خاصة ما يأكل خاصة ما يلمس إلى آخرين ما يدخل في فمه ما يدخل في أنفه يكون نظيف حتى يتخلص أو يقلل من هذه الجراثيم وهذه البكتيريا وبالتالي لا يصاب بهذه الأمراض عفاً الله جميعاً القفزة أخرى في نفس الفترة هو اكتشاف غريغور ماندل هذا القص هو أيضاً يعني كان قص وساهم عملاقة جدا في علم الأحياء في علم الوراثة عندما اكتشف لنا القوانين الأبسط طبعاً الآن الوراثة يعني عالم معقد جداً وإنما أبسط القوانين في الوراثة عندما يكون عندنا جينات ذلك الوقت لم يكونوا يعرفوا الجينات ولكن كانوا يعرفون أن هناك خاصيات هذه الخاصيات تكون سائدة أو غالبة وبعض الخاصيات تكون ضعيفة أو غير غالبة وعندما نمزج الاثنين عندما يكون تلاقح بين الذكر والأنثى هذه خاصية غالبة هذه ستتغلب على هذا فهذا مثلاً عندنا مثلاً بشرة سمراء والبشرة البيضاء هل القفل سيخرج؟ ولكن طبعاً بعد ذلك تضح أن المسألة أعقد من ذلك بكثير أن هناك بعض الخاصيات التي تحتاج عدة جينات وهناك أحياناً تكون خاصيات لا غالبة ولا مغلوبة وأنه يتم المسج بينها ولكن غريغور ماندل هو الذي وضع لنا قواعد علمية قد تكون رياضية لعملية الوراثة وأن هناك الخاصيات ويمكن اختيارها ويمكن القيام بربما حتى انتقاء اصطناعي عوض الانتقاء الطبيعي الذي كان اكتشفه أو قرره شارس داروين فيما قبل المهم العلم الوراثة الذي سيتحول في القرن العشرين إلى علم الجينات كان مساهمة كبيرة في علم الأحياء في أواخر أو في نصف الثاني من القرن التاسع عشر ثم في بداية القرن العشرين اكتشف بالصدفة حقيقةً أول مضاد حيوي على يد أليكساندر فلمينغ الإنجليزي في أحد مستشفيات لندن الذي اكتشف لنا البنسيلين اللي هي أول وأهم مضاد حيوي من مادة اكتشف هكذا بالصدفة أن هناك مادة طبيعية موجودة في الطبيعة بنسيلين مش عارف كيف اسمها الكامل هكذا الاسم الحيوي أو العلمي أنها إذا أتينا بها إلى أجسام مريضة أو فيها بكتيريا أو فيها إصابة فإنها يمكن لها أن تقضي على هذه البكتيريا وبالتالي ننجو من هذا المرض ولا يتطور هذا المرض فقال ما الذي يوجد في هذا ما هي المادة الموجودة في هذه المادة الطبيعية فبعد التحليل وجد أن هذه البنسيلين هذه المادة وصارت فعلا تعطى للناس عندما يصابون بمرض معين وتم تطوير مضادات حيوية بالعشرات وبالمئات والآن يجري تطوير مضادات حيوية جديدة لأن بعض المضادات الحيوية تصير غير فاعلة بعد فترة لأن هذه البكتيريا يحدث لها طفرات وتصير قادرة على مقاومة المضادات الحيوية إلى آخر إلى آخر في خمسينيات القرن العشرين كانت هناك قفزة جديدة أخرى وهي اكتشاف بنية البروتينات هذه البروتينات لينو سباولينغ لينو سباولينغ حصل على جائزتين نوبل أحد منهم على اكتشاف الصياغ الأساسية أو الأبسط للبروتينات ما يسمى بالالفاهيليكس والبيتاشيت وطبعا الآن عندنا عشرات الأشكال من البروتينات ويجري محاولة فهم ما هي التركيبات والتشكيلات طبعا هو طبق كيميا هو عالم كيميا وحصل على جائزة نوبل في الكيميا طبقت طريقة الانتشار انتشار الأشعة السينية عندما نسقطها على مواد باللورية وكيف تنتشر فنرجع ونحصل من خلال تحليل البيانات على ما هو الشكل الهندسي هذه البروتينات كيف هي مطوية على نفسها وكنت أشرت إلى تطورات وقفزات عملاقة حدثت قبل سنوات قليلا مع الذكاء الاصطناعي الذي صار هناك برنامج يدعى ألفا فولد الذي صار يكتشف لنا ما هي الأشكال الهندسية كيف يجب طي البروتينات حتى يكون لها عمل وظيفي معين في حالات محددة فهذه كانت تطويرات أيضا في علم الأحياء أيضا في تقريبا نفس الفترة في أواسط القرن العشرين مع بداية الخمسينيات من القرن العشرين اكتشفت طبعا البنية المزدوجة الحلزونية المزدوجة يعني double helix للحمض النووي الدييني من طرف جيمس واتسون وفرانسيس كريك الذين تمكنوا من معرفة هذا الجزي الكبير يعني هو موليكول جزي ولكن طويل جدا ومركب وكيف هو ملتوي على نفسه وما هي التشكيلة وكيف الروابط التي تربط كأنه سلم هكذا مزدوج على نفسه أو يعني ملتوي على نفسه هكذا فكانت يعني قفزة مهمة عملاقة جدا لأننا فهمنا الآن شكل وتركيبة الحمض النووي الذي هو أساس كل الأحياء أساس الخلايا هو الذي يحمل كل المعلومات عن كل الخاصيات لأي خلية ما لأي عضو ما لأي جسم حي ما إلى آخره كانت فعلا يعني خرق ربما من أهم القفزات في تاريخ علم الأحياء بدون مبالغة وسنة 2003 تمكننا من فك الجينوم البشري كامل الجينوم معناه يعني الخطة الجينية الكاملة كل الجينات الموجودة في الكروموزومات وفي الحمض النووي البشري كل خلية بشرية مصنوعة من هذا الجينوم من هذه السلسلة طويلة من الجينات من الحمض النووي وتطلب الأمر حوالي عشر سنوات للوصول إلى هذا الآن صارنا نستطيع أن نفعل هذا في بضعة ساعات ولكن حينها قبل عشرين سنة حتى يرى الإنسان يعني هذه القفزات والتطورات والتسارع التكنولوجي يعني قبل عشرين سنة سنة 2003 تطلب الأمر عشر سنوات مختبرات عملاقة أمريكية للوصول إلى فك الجينوم البشري يعني السلسلة الجينية الكاملة والآن صارنا نستطيع أن نأخذ جينوم مش فقط البشر لأي حيوان أو أي نبات ونفكه في بضعة ساعات وربما ببضعة مئات من الدولارات يعني أقل من ألف دولار رغم أنه في ذلك الوقت ستطلب أعتقد حوالي مليار دولار وللقيام بهذا قفزة عملاقة جدا صنعنا نعرفه وفتحت الباب حقيقة للقفزة العاشرة والأحدث التي حدثت قبل حوالي عشر سنوات وهي تقنية كريسبر كاسلين كنت أشرت وخصصت حلقات لهذه التقنية الثورية العملاقة التي تعد بقفزات مهمة جدا وتطويرات بعضها أو كثير منها نأمل أن يكون مفيدا وهناك بعض الجوانب الخطيرة التي يجب الانتباه إليها كنت شرحت كل هذا قبل الآن هذه التقنية هي كيف نأتي إلى جينات معينة إلى سلسلة جينية ونقوم بتعديلها أو تغييرها يعني فعلا هي عملية هي تقنية هندسية كأننا نأتي إلى الجينات ونغيرها كما نريد بطريقة سريعة سهلة جدا أي مختبر أحياء في العالم الآن يستطيع أن يفعل هذا فكان يتطلب أن نفهم كل هذه الجينات أن نفهم الحمض النووي أن نفهم هذه التركيبة ونطور تقنيات تسمح لنا أن ندخل على الجينات هذه أو هذه السلسلة جينية ونقص ونعود ونأتي بهذه وحط بدل هذا غير فإذا كان واحد مثلا مصاب أو فيه مرض أو فيه خلل هذه السلسلة جينية ممكن أن نعود الجزء السيء ويمكن إذا أردنا أن نطور أن نحسن نأتي هذه ما فيها مشكلة ولكن تعطي خاصية ضعيفة من الجانب التالي ويمكن أن نعودها ونغيرها هذه التقنية مهمة وعظيمة جدا المهم أردت أن أعطيكم أيضا فكرة هكذا مختصرة وسريعة عن أهم المحطات في تاريخ علم الأحياء وكما ترون هذه القصة كلها في حدود حوالي ثلاثمائة أو خمسين سنة بدأت في أواصلة القرن السابع عشر ووصلت بنا إلى أوائل القرن الواحد العشرين مع قفزات لم يتصورها إنسان أن نصرنا الآن ندخل إلى عمق الخلية إلى ناوات الخلية إلى الجينات ذاتها ونغيرها كما نريد يعني علم أحياء يعد بتطورات رهبة في القرن الواحد العشرين شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم